محادثة السلام اليمنية في جينيف لم تبدأ حتى دخلت غرفة الإنعاش الحوار المزمع بات على المحك بفعل زيادة الهوة بين المتمردين الحثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح والعلة في ذلك تتمثل في أجندة المؤتمر وتشكيلة الوفن الذي سوف ينبو عنهم في تلك المحادثات ولم تنطف جذوة الخلافات حتى غادرت الطائرة التي كانت قد بعثت بها الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء لتقل وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعم صالح دون أن تقل تلك الأطراف بعدما ظلت رابضة على أرض المطار يومين متتاليين وتفاقم الأمر حتى أن المنظمة الدولية لم تتسلم أسماء المشاركين من الجانب الحوثي وحلفائهم مصادر كشفت عن تطور تلك الخلافات إلى ربض الحوثيين الذهاب إلى جينيف واستنتقادات لطريقة إدارة العمم المتحدة عملية التشاور واعتبار القرار الأممي 2216 المرجع الرئيسي للمؤتمر وقالت مصادر حوثية إن الحركة تطالب بوضع اتفاق السلم والشراكة الموقع بين القوى السياسية اليمنية قبل انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في سبتمبر الماضي كإحدى مرجعيات جينيف بدلا من مقرارات مؤتمر الرياض الذي انعقد الشهر الماضي ويطالب الحوثيون أيضا بحصة أكبر من الممثلين عنهم انطلاقا من وضعهم وقوتهم على الأرض وفقا لاعتقادهم فيما يطالب حزب صالح بأحقيته في النصيب الأكبر من الممثلين عنه انطلاقا من مكانته كلاعب بارز ومؤثر على الساحة اليمنية ما طالب تعكس بجلاء تصدعات وتشققات بين الفريقين ليصير هدف كل منهم تحقيق قدر أكبر من المكاسب على حساب الآخر إلى حد يضمن له الانتصار في النزال السياسي إن حدث بأقل قدر من الخسائر على صعيد الموازن ثمت جهود ومساع تبدلها أطراف محلية بالتنصيق مع مبعوث الدولي إسماعيل ولدشيخ أحمد لرأب الصدع بين الجانبين وحل الإشكالات العالقة مؤشرات تفسح عن ارتباك وضبابية في مقدمات الحوار التشاوري بين اليمنيين لحد جعل البعض يصفه بأنه ولد ميتا خاصة وأن حلفاء الأمس واليوم الحوثيون ورفاق صالح صاروا في تلك المسألة خصوم اليوم وربما خصوم الغد